خلال الحديث الذي دار بينه وبين مذيعة بي بي اس الأمريكية مؤكدا أنه لا يملك أي سلطة بصفته وزير داخلية يقول الميسري لا أستطيع الذهاب إلى المطار إلا بإذن الإمارات ولا أستطيع الذهاب إلى الميناء إلا بإذن الإمارات حتى السقون التي يفترض أنها تتبع وزارة الداخلية تقع تحت سيطرة الإمارات بهذه التصريحات يعود الميسري بعدا لفوهة البركان لتكون الجولة الثانية بعد موجة جدل أعقبت إنزال قوات إماراتية في جزيرة سقطرة تصريحات الميسري أثارت ردود فعلا كبيرة في مواقع التواصل ويبدو أنها ستثير لغة سياسيا في الرياض خلال الأيام القادمة المراقبون يقولون أن تصريحات كهذه في قنوات أمريكية سيكون لها تاثير واسع على الرأي العام الدولي الذي يرى أن دول التحالف جاءت لمساعدة الحكومة الشرعية والسعادة سلطتها بينما الواقع على الأرض يقول إنما يقوم به التحالف في العاصمة المواقة وبعض المحافظات هو ممارسة سلطة بديلة وليس تمكينا للحكومة كما جاءت تصريحات الميسري عقب أزمة سقطرة كانت الحكومة الشرعية قد بعثت برسالة لمجلس الأمن قالت فيها إن الإمارات تعيق عمل الحكومة في المناطق المحررة فهل تكون هذه التصريحات بداية لمرحلة تدوير الأزمة اليمنية مع الإمارات؟ عقب محاولات انقلاب المجلس الانتقالي في ينائر الماضي تعرض الرئيس هادي ورئيس حكومته إلى ضغوط لم تنجح من أبو ظبي والرياض لتغيير الوزير الميسري لكن الشرعية تبدو متمسكة بالوزير كونه الوحيد الذي لا زال يمثلها من داخل عدن ثابتا فيها لم يتزحسح رغم كل عروض الترغيب والترهيب